تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديد من سلبي مدريدي اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب وربط ريال مدريد الرسمية في العراق على فيسبوك حلقتنا اليوم بعد فوز ريال مدريد على سلتافيغو المباراة اللي جاءت فيه ظروف خاصة جدا ملعب سانتياغو برنابيو الجديد اللي ما فيه مجال تفتتحه بنتيجة سلبية بعد كل الاحتفالات اللي صارت لازم اليوم تفوز عشان تحافظ على هذا الزخم المعنوي الكبير وهذا اللي حققوه لاعبي ريال مدريد المباراة اللي بدأت بلمسة وفاء نحو لورنسو سانز اللي فاز مع ريال مدريد بالسابعة والثامنة في دور أبطال أوروبا لحظة وفاء بتوريك انه هذا النادي ما نبنى بشخص واحد شخص وراء شخص وراء شخص جعلت الفريق هذا هو في مكانة تاريخية خاصة جدا في كورت القدم المباراة زاد من أهميتها قتالية أثرتكم مدريدي اليوم العصر قاتل حتى الدقيقة 98 عشان يفوز واللي دخل أربع أسماء كدكة كبار جدا للنجوم دوليين في بلادهم وكانت رسالة تحذير لأنشلوتي دير بالك تكرر اللي صار مع زيدان الموسم الماضي ما تخليهم ياخدوا مسافة عليك لأنه عندهم تشكيل عميق للغاية فبالتالي كان لابد من الانتصار أيضا اليوم كما هو متوقع بعد الجولة الدولية حتى لو عندك مباراة دور الأبطال أوروبا لابد انك تحط أفضل تشكيل عندك لأنك بدك تخلي اللاعبين يرجعوا ينساجوا مع بعض بدك توقف على استعداد اللاعبين بدنيا وذهنيا وهذا اللي قام فيه أنشلوتي وضع أفضل تشكيلة ممكنة نظريا بالنسبة له المباراة اليوم كان لازم ما يكون فيها أي مشاكل لأنه وضع سلطة فيجو سيئ جدا حتى الإعلام المدريدي ما كان كثير مهتم فيها لأنه حسها كأنها ثلاث نقاط مضمونة نتكلم عن فريق بدأ الموسم بأول ثلاث مباريات محقق نقطة واحدة خسرة المبارتين بالتالي كان لازم يفروض تكون مباراة سهلة لكن الدقائق الأولى خلقت صعوبات غير مبررة طوال لقاء ميجيل جوترز عم ينضغط عليه عم بيرتبك الشاب الصغير ما توقع هذه الهجم المفاجئ عليه كاسيميرو مندفع وسط غياب إنسجام واضح بينه بين ناتشو بصير ارتباك بين الجميع وبسجل سلطة فيجو هدف بخلي الشوت الأول جدا صعب ومعقد وظهر بعد ذلك إنه سلطة فيجو مقرر يضغط على ميجيل وكأنه فلسفة هذا المدرب إنه هذا لاعب صغير إحنا لاعبتنا قويين بالضغط العالي خلينا نركز عليه بل كأخطأ وفعليا ميجيل خلينا نحكي خاف نتيجة هذا الضغط طوال الشوت الأول لربما أبرز شيء كان في التشكيل الأساسي اليوم ريال مدريد جونيرو هازارد مع بعض بس بشكل مختلف شوي عن اللي حاول يطبق فيه زيدان التشكيل هذا الريال كان عم بحط هازارد على اليمين جونير على اليسار لما نجي نشوف كيف أدوارهم كانت جونيرو كان له المساحة كجناح أيصر واضح جدا هازارد كان لعب محرر وعنده حرية أكبر بكثير من حرية جونير اللي زي ما حكيت كان مسؤول عن جهة واحدة هازارد أثناء الصعود بالكرة كان يروح على العمق يعطي زيادة عرضية هناك يحاول يربط ما بين خط الوسط وخط الهجوم بعد ذلك هازارد كان معطيه أنشلوتي زي تعليمات بسيطة انتبه شوف الكرة وين طبعاً لما هازارد كان يطلع للعمق كارفاخال يصعد لمسافات أكبر من اللي كان يعملها ميجيل على اليسار أيضاً هازارد كان يشوف وين الكرة لما تروح على اليمين لو شاف أنه كارفاخال مع فالفردي مع بنزيمة ربطوا ثلاثية مع بعض ما بروح بدخل بالعمق بدل بنزيمة لكن لو ما شاف بنزيمة راح بروح بكمل هذا المثلث نفس الشي كان عنده حرية يروح على اليسار لو شعر أنه الفريق مش قادر مودريش مع ميجيل جونيور يربطوا بروح بيكون خيار آخر إضافة حرية هازارد كانت كبيرة واللاعب اتحرك تكتكياً بشكل مفهوم وكأنه فهم هذه التعليمات أهم شيء في لقاء هازارد رغم أنه ما ساهم بشيء بالنتيجة بشكل مباشر ديوم شعرت أنه عند الرغبة عنده المبادرة عنده ما فيش خوف أنا بدأروح أنضرب زي الضربة اللي تلقاها أنا بدي ألعب هازارد حاول ربما مباراة بتخليك تقول في شوية أمل نشوف على الأقل 70% من هازار اللي شفناه مع تشايسي أنا شخصياً شوي يعني أخيناً أقول متشائم أني أشوف هازارد تشايسي لكن مباراة اليوم تخليناً أقول ربما نشوف شيء منه ردة فعال رجال مدريد بعد هدف سلطة فيه يقول أول يعني مهم جداً الفريق خلال عشر دقائق تقريباً أربع خمس فرص خلق محققة بقدر يسجل فيهم ضغط هذا الفريق بشكل كبير جداً ضغط عالي من الثلاث الهجومي يعني بدعم فالفيردي ومودريش رهيب خنقهم لسلطة فيجو كان يجبرهم إما يخسروا الكرة وبالتالي تضارها الكرة تحت عندما ضغط جزاء أو يخليهم يصعدوا الكرة بأي شكل فالريالة بيسترد الاستحواذ وبرجحها مرة ثانية ضغط رهيب جداً كان مستحيل سلطة فيجو يتحملوا فكان طبيعي طبعاً ييجي هدف التعادل أيضاً شيء اللافت بشوط الأول لعند هدف سلطة فيجو سرعة تدوير الكرة تمرير الكرة السريع حركية لعبير رياع المدريد بالنسبة لمباراة رابعة بالدوري هذا شيء ممتاز اللي شفته اليوم شيء بخليك تقول أنا شجدتي ربما اشتغل بشكل مثالي على الفريق في الصيف لكن كان في مشكلة واضحة الفريق لما كان يرجع الدفاع كان ياخد شكل 4-4-2 بس كان عنده بطء بيأخذ هذا الشكل وعدم انسجام بين الوسط والدفاع مع هذا الشكل فكان دائماً تظهر مساحة إما عالطرف الأيمن أو عالطرف الأيسر لريال مدريد وجاءت لقطة تكلمت عنها في الماضي ناتشو عم بيندفع مرة تانين وباندفاعه هذا بصير في مساحة كبرى خلفه وبيفشل كالعادة بين قوسين حتى أكون لأنه بعض الأحيانين بينجح وتكلمت في الماضي قلت في مشكلة راموس كان لما يندفع هذا الاندفاع ويغطي المساحة اللي ممكن تتواجد هناك كانت نسبة نجاحه 8 من 10 ولا 9 من 10 مسبة نجاح ناتشو 2 بال 10 أو 3 بال 10 وبالتالي 7 مرات حليك خطر بتتويد الفريق مرتين أو 3 واليوم ما فادهم هجم مرتدة الهدف الثاني اللي شوفناه كثير ممكن بعض بقول لي زهكنا يا عواد بالمعلومة هاي على ناتشو ببساطة لأنه على قولة خابي الموضوع بسيط هو مش راضي يتعلم الهدف قتل ريال مدريد معنوياً في شرطة الأول الهدف الثاني قتلهم فعلاً خرجوا من اللقاء لأخر دقيقة كان ممكان ستا فيجو فسلاتي واحد كان أفضل كان أخطر كل شيء جميل كان عم بقدم ريال مدريد اختفى وشيء طبيعي لما ألعب أنا أحسن مع عندي كمهاجمين ونحاول نحط الكرة كوسط ونضغط 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 فجأة تصير هذا الخطأ طبعاً حنحبط فالريال خرج من الشوط الأول مهزوم معنوياً صراحة بس أنا بلوم أنشلوتي شوي لأنه في الشوط الأول كانت واضحة المشكلة الدفاعية وأنشلوتي لعب هون لعبة المراهنة يا أنا يا هم حنجيب الجول الأول أنا حظرني مكمن هم حظرهم مكمنين ونشوف مين بيجيب الجول الأول فرحوا هم اللي جابوا الجول والفريق خرج معنوياً أنشلوتي ربما كان بإمكانه يقول لما ميجيل اهدى شوي ما تقدم أبداً عنه يخلص هالشوت آخر عشر دقائق ربع ساعة يشوف مشكلة بتمركز كاسيميرو يحاولي لقاله حل لأنك تمركز كاسيميرو بشوط الأول دفاعياً كارثي سيء للغاية دائماً تمركزه لا بيسكر زاوية تمريض ولا بيكون قدري يعني يغطي أي أرام أي مدافع من المدافعين وبالتالي كان دائماً تمركزه بلا فائدة وهذا الشيء سبب مشاكل دفاعي للريهان بشوط الثاني تحسن شوي يعني كاسيميرو من هذه النحية ربما إحدى الأفكار بيجي تعبالي خلال الشوط الأول إقلب فالفيردي بمودريتش فالفيردي أسرع بيحاول يركض أكثر وممكن يخفف المشكلة اللي كانت موجودة على الجهة اليسرى لكن أنشلوا اتراهاً خسر الريهان في الشوط الأول الشوط الأول كان سيء جداً لميجيال جوتيرس لهجومياً ولا دفاعياً سيء اللعب يهتز لعب صغير بالعمر أول مباراة له عم بيغلط عطول في السنداغو برنابيه وبعد ما تحسن اللعب دخلت في رأسه كثير قصص أنا بكرة الإعلام يعني حيدمروني وعندي اتنين بينفسوني مش واحد مارسلو ومندي فبالتالي أنا هكون بوضع سيء جداً كلاعب كرة قدم يتوتر اللعب والشوط الأول كان ممكن يعيشوا في فترة صعبة جداً 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 لكن كان دائماً لازم نحكي اللعب قدم قبل ذلك أداء جيد أداء واعد بيشفعلوا اليوم من تحمله في الشوط الأول أنا شو قلت قبل شوي قلت ريال مدريد انهزم معنوياً آخره بساعة لكن في لحظة قلبت كل المباراة أول لحظة في الشوط الثاني تدخلوا الشوط الثاني خسران اثنين واحد والكرة تيجي من ميجيل اللي كان مهتز ومتوتر عرضية رائعة بنزيمة بسجل التعادل ضربة معنوية رهيبة جداً لسلتافيجو اللي دخلنا شوط الثاني وعننا خطط كيف نحافظ على الفوز راح الفوز وين رحنا اتوتروا سلتافيجو ضربة معنوية كبيرة لهم بنفس الوقت ميجيل استعاد ثقة بنفسه وبنفس الوقت عيد رامدريد أصبح بيلعبوا على شوط مقابل هدف صراحة هذا الهدف قلب الدنيا والهدف خلانا نشوف كيف كانت لازم تكون المباراة تصير في الشوط الثاني لو بدأت تعادل الريال عم بفوز بفارق مريح ومسهل اليوم وصل فينسوس جونيور تطوره التكتيكي انسوا لي مسألتي الأهداف مبدئياً شوي تطوره التكتيكي هو لاعب كما هارف ايش نقاش فيه كسرعة ما شاء الله عنه يعني بيجيب أوسنبول ببعض الأحيان بس هذا اللاعب كان عنده مشكلة في السنة الماضية واللي قبلها وبتعرف ان انا بحب جونيور دائماً بدافع عنه كون بس دائماً لما ينطلق ما بتحس انه عارف شو بدي يعمل او ليش عم بانطلق بهذا الشكل الان عم بانطلق وعارف شو بدي يعمل عارف انا بدي امطلق هون واعطي بنزيمة هون بدي امطلق هون وحاول اخذ فاول هون مثلاً اللي الوحدي او بدي امطلق هون والعب كرة عرضية مثلاً بهذا الشكل عشان اخلق بالبلة دفاعية وحتى لما استلم الكرة تاعت بنزيمة وذهب للمرمى كان واضح من اول ما استلمها عارف شو بدي يعمل وعارف كي بدي يفنش امام المرمى لعني جونيور تطور رهيب ذهمياً ما بعرف ده هو بس انشلوتي ولا هو بس جونيور ايضاً يطور نفسه بنفسه بس اكيد اللي صار مع جونيور مش مجرد لعب نامو صحي لقي حاله افضل من النسخة الماضية طبعاً جونيور كان عارف شو بدي يعمل بعد ما استلم الكرة وعارف ان تسجل الهدف بس كان ناسي شو بدي يعمل بعد ما يسجل الهدف فراح يحتفل مع الجماهير وهذه مخالفة في ظل الكورونا وما بعرف حتى اذا فيه زي دول ثانية يعني في بعض الاحيان تتوقع عقوبات على اللاعبين لهاي زي حرمال مباراة او مبارتين اتمنى ما يكون في ذلك بالدور الاسباني لانه انا بحب جونيور وبحب ان اشوف جونيور عم بينجح اللاعب اللي انحطت عليه كل انواع الضغوط اللاعب بوسط في الامور لما يجيب قولي صير يبكي من كثر الضغوط اللي انعملت عليه كان عم بحاوي كان صغير كثير والناس مش عم ترحمه وعم بتعاملوا كأنه بيلين مش عم بتعاملوا كأنه شاب وموهب المستقبلية اليوم جونيور حقق الانتصار معناوي كبير بنزيمة الرائع السوبرستار اليوم تعالى اللقاء الحاسب في هذا اللقاء اللي قال عنه يوما ما لا تمرروا له انه يلعب ضدنا هو اللي مرر له تخيل ما اجمل انه يكون في شخص مش واثق فيك في البداية بعدين يصير هو اللي يطلبك هو اللي يوثق فيك هذا انتصار لجونيور وانتصار لبنزيمة اللي قدر يحل المشكلة وانتصار ريال مدريد انه اصبح عنده ثنائيا رهيب جدا طبعا قبل ما اختم لازم احكي لاني انتقت انشلت على لومتاع الشرط الاول لكن الشرط الثاني اتعلم لما شاف انه بعد الهدف الثالث سلتفيقه حاول يندفع بكثافة اكبر بسرعة اكبر عرف انه لازم يغير ما بصير يضر هزارة في الملعب طلح هزار نزل كاما فينجا ومن حسن حظ كاما فينجا اللي واضح انه بحظوظ لمجرد انه بالعب بريال مدريد ومن حسن حظه سجل اليوم في اول مباراة له شي بيخليه يشار بالهدوء بيخلي الجمهور يبلش وحبه بيخلي الاعلام يبلش يحكي عنه بايجابية ما يصير يقول شو عمل وحصائيات لا لا خلص جاب جول الجول اهم من كل شي بكوت القدم وصول كاما فينجا تقديم فالبيردي على اليمين خل الفريق فيك لعبين اكتر بفتكوا كرة لعبين اكتر مستعدين يضحوا بدنيا في الحالة الدفاعية ولا عب بمسك كرة بعرف يطلع فيها زي كاما فينجا ايضا فبالتالي اديرت الامر بشكل صحيح توسعت النتيجة وشوفنا بالشوطة الثانية اللي كان مفترض نشوفه بالشوطة الاول لو لا هفوت الدقائق الاولى انتصار مهم لريال مدريد انتصار ممكن لازم نعرف من لسه في مشاكل دفاعية بس لو بنرجع للذكر فترة انشروت القولة في ريال مدريد كان فيها نفس الشي في البدايات بعدين اتحسن الدفاع انتصار مهم اكبر كمية فرص خلقها ريال مدريد من اول الموسم كل شيء بيقول الموسم يبدو وعد بشيء على الاقل بحلية لانه اوروبا لسه مطولة لشهر اثنين لان الدور الاول بنعرف مجموعات وبيت اهلوا معظم الكبار لكن على المستوى الدوري لا الفريق يبدو وعد خطير وبيقدر يحط كتافة وحد صعب يتحملوا هالفرق العادية في اسبانيا نوصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم انا محمد عوال بدكركوا تركوا لاك على الفيديو وتشتركوا بقناة سيفي سبوت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة